أنا طبعا عندي تفاصيل كتير قوي في كتاب ليس عايزة أتكلم عنها بس لأسف وقت مش هيسمح عايزة أتكلم عن شخصيات كتير عايزة أتكلم عن أعمال كتير عايزة أتكلم عن عصر كامل اتكلمت عنه في كتابك بس أنا سعيدة جدا بالقاءك وسعيدة جدا بالحالة اللي أنا دايما بحب الحاجات دي وما فيش حد فينا ما بيتبسطش لما بيتكلم عنها النستالجيا والأوقات الحلوة اللي قدناها قدام التليفزيون وإحنا بنتفرج على النجوم الكبار اللي بنتكلم عنه مرسي شكرا جزيلا شكرا مشكورك على وجودك طبعا بشكر ديفي اللي نورنا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد جلال فراج تكلمنا عن تفاصيل كتير رجيبنا في الدراما المصرية وفي الفن المصري تكلمنا عن أعلام من العلامات المهمة اللي موجودة في فننا المصري بشكل عام إذا كان غنى إذا كان كتابة إذا كان تمثيل إذا كان إخراج تفاصيل كتيرة قوي الفن المصري فن ثري وفن قوي وفن يعني حقيقي ليه الريادة بشكل كبير جدا وطبعا نجومنا مش محتاجين نتكلم عنهم لأن احنا نجومنا مشرفيننا في كل مكان ومشرفيننا في بلدنا